وشارك وزير الخارجية في الجلسة التي عقدت تحت عنوان السلم والاستقرار ضمان كرامة الإنسان والأمن حيث أكد عبد العاطي على أهمية تبادل وجهات النظر ومناقشة سبل التعامل مع المخاطر والتهديدات الراهنة للسلم والأمن ليس فقط في أفريقيا بل في جميع أنحاء العالم وأضاف أن الأدوات الحالية غير فعالة أو كافية للتعامل مع التحديات المتلاحقة والمعقدة والمترابطة التي يواجهها المجتمع الدولي مشددان على أن الحرب المستمرة في السودان والعدوان غير المسبوق على قطاع غزة من الأمثلة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي أو عدم رغبته في التدخل وأكد عبد العاطي على الحاجة إلى إصلاحات عاجلة وعميقة لبنية السلم والأمن الدولية بحيث تكون أكثر تمثيلا